اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايضا ذكرى فرحة الزهراء سلام الله عليها مرت علينا نرفع التهاني الى امامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان والى مراجعنا العظام واليكم ايها الحفل الكريم في الواقع يصعب ان اتحدث بشيء خلال دقائق معدودة عن رسول الانسانية وسيد الكائنات الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم وجعله رحمة للعالمين العالمين كما تعلمون في اللغة العربية جمع وليس عالمين يعني مو عالم الجن والانس فقط بل جمع عوالم ثلاثة فما فوق بمعنى ان كل العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهو رحمة لها والله سبحانه وتعالى خلق عوالم مادية وعوالم غير مادية كالملائكة وغيرها سعلى اقوال مختلفة بالاضافة الى عالم الجن والانس المعروف فكل هذه العوالم حتى العوالم المادية حتى الكواكب والنجوم والسماوات والاراضين كلها وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لها فكم وجوده عظيم ومهم لكل الاكوان لذلك لا نعجب اذا نقرأ في يوم ولادته ان تسقط الاصنام او تخمد نار فارس او تسقط بعض الشرفات او يغير ما يساوى وغير ذلك من كرامات ولا نعجب اذا كانت حليمة السعدية تقول كانت منطقتنا مجدبة وببركة النبي صلى الله عليه وآله اه 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 اخصبت الارض وصارت خضراء و اه معشوشبة هذا لا نعجب منه كذلك ابو طالب رضوان الله تعالى عليه كان هو كفيل النبي صلى الله عليه وآله وكان يمنع اولاده من ان يأكلوا الا ان يحضر النبي معهم احيانا يتأخر النبي في شغله والاولاد يحتاجون الى الطعام فيقال له انه يقول لا انا اذا اعطيتهم الطعام يقومون وهم جياع ما مكتفين ما يكفيهم الاكل ولكن لو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم معهم يقومون وهم مكتفون اذا وجوده في مائدة واحدة في هذه البركة وهذا الخير ومن جملة كرامات المظلل بالغمامة حينما كان يسير في سفر الى الشام وكانت تظلله الغمامة وهي ظاهرة لم تعرف ومنها ميسر ذكر الى خديجة هذا المعنى منها ابو طالب رضوان الله تعالى عليه التفته الى هذا المعنى الراهب رأى ان هذه الغمامة لا تفارق هذا الشاب وكان عمره اثنى عشر سنة في الرحلة الاولى الى الشام وتاريخ يذكر كثير من الكرامات يعني مفصلة لا مجالة لذكرها ودي فاضم للماء وكيف انقذهم النبي في الصعوبات بالمفاوز والصحاري كم من المشاكل مروا بها وانقذهم النبي في التجارة كيف النبي علمهم في البيع وكانت تجاراتهم رابحة التفاصيل كثير يقول لا نعجب اذا كان هو رحمة للعالمين جميعا ولا عجب لانه سيد الكائنات اذا كان الانسان هو افضل الموجودات لما له من العاقل طبعا الانسان المؤمن هو افضل ولا ما غير المؤمن خبأ خسمنا الحيوان وافضل المؤمنين بالنتيجة الانبياء والرسل وافضل الانبياء والرسل سيدنا محمد رسول الله بالرغم من كل ما تحمل من اذا والم من قريش ومن المنافقين واظن اذاه من المنافقين ان لم يزيد على اذاه من قريش ليس اقل من ذلك مع ذلك لم يدعو على قومه ابدا وانما كان قوله دائما اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون في احد حينما سقط النبي الى الارض وشج وجهه وكسرت رباعيته اتاه جبرايل وقال له لو شئت اخسف بهؤلاء الارض قال لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون عند القدرة كما دعا الانبياء السابقين قوم عاد ثموت قوم نوح عليه السلام الطوفان شملهم قوم يونس اوش كان ينزل العذاب عليهم كان الانبياء في السابق احيانا يدعون على قومهم ولكن النبي كان دعوته رحمة لهم قول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون يعني المشكلة في الجهل وهؤلاء لجهلهم استحبوا الكفر على الهدى او النفاق على الايمان ولو كانوا يعلمون لما فعلوا ذلك فهو يشخص الداء ويدعو لهم بالهداية إذا كانوا اهلا للهداية بعض الناس ليسوا اهلا للهداية هذا بعد مشكلة النبي هو يدعو والله سبحانه وتعالى له قضاء وقدر في عباده القرآن الكريم يصفه ب افضل الاوصاف يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى مقابل الضلال الانسان في هذا في حياته دنيا في الكرة الارضية جميعا مثلا مسلم او غير مسلم ماذا يحتاج يحتاج الى الهداية قوانين الدول المختلفة تحتاج ان تضع قوانين اقتصادية اجتماعية تربوية وغيرها قوانين للعائلة للأسرة للشباب للمرور لكل شيء قوانين صحيحة قوانين نافعة قوانين مفيدة فاذا الهدى الموجود هو فقط في هداية الاسلام وهداية النبي صلى الله عليه وآله وقد جربت البشرية الانظمة المختلفة سنقول الانظمة الاقتصادية المختلفة النظام الاشتراكي النظام الرأسمالي النظام الشيوعي وغيرها وفشلت كل هذه الانظمة وجربت حكومات انظمة سياسية متعددة نظام ملكي نظام جمهوري نظام رئاسي نظام وزاري الاخري نظام دكتاتوري نظام ديمقراطي وفشلت هذه الانظمة جميعا وجربت قوانين اجتماعية كثيرة باساليب مختلفة وفشلت جميعا وبالنتيجة اذا ارادوا الهدى ارادوا الصلاح فلابد ان يرجعوا للإسلام لان النبي ارسل لان الله ارسل نبيه بالهدى ودين الحق ليس دين الباطل اديان متعددة يبحث عنها الانسان بفطرته لان الانسان يؤمن بالله بالفطرة ولكن قد تعمى عليه الحقيقة لا يعلم ولكن يشعر بالحاجة الى خالق الكون وكما نعلم في امريكا حوالي خمسة الاف كالت كالت من الاديان التي لها اتباع دون العشرين الف خمسة الاف دين جديد هؤلاء يبحثون بالرغم ان اصولهم مسيحية ولكن امتركوا المسيحية وضاعوا وتاهوا ويبحثون عن كل مدع للنبوة فيتبعونه ونقرأ القصص كثيرة بعضهم يقول بيوم القيامة يحدث فلان يوم او مشاكل وبعضهم سموا بعضهم احرقوا الى اخره من مشاكل تحدث لماذا هؤلاء يبحثون لانه يبحثون عن شيء فطري موجود عندهم ولكنهم اخطأوا الطريق لم يأتوا الى دين الحق ولو جاءوا للإسلام لوصلوا الى دين الحق ربما جزء منهم تقصير من عندهم لانهم لم يقرأوا ولم يتبعوا الاسلام وربما هناك تقصير اخر من عندنا لاننا لم نبشر ونبلغ ونعرض الاسلام بشكل صحيح الى العالم العالم يرى صورة مشوهة للإسلام في اعلامه ولا يرى الصورة الصحيحة الحقيقية للإسلام لا يرى عدل الاسلام ولا سماحة الاسلام ولا الفضائل والكمالات الموجودة في الاسلام ولا السيرة العطرة لنبي الاسلام حتى اعداؤه كانوا يعجبون به ويحبونه من بعيد وان كانوا يكابرون ويحسدونه على دينه وما عطاه الله ولكنه في باطنهم يحترمونه هذه الصورة المشرقة لنبينا صلى الله عليه وآل وسلم لا يظهرها الإعلام ولا يريد أن يظهرها لأنه لو أظهرها لتعلق الناس بالإسلام كلهم جاءوا للإسلام لأن الناس تبحث عن مثل هذه القيم وعن مثل هذه الكمالات أول دولة أسست في مجتمع جاهلي مجتمع قبلي مجتمع اللي هو وعد البنات شأنه والقاتل وسفك الدماء والغارة على الآخرين ويفتخر بأنه غارة وبطل يقتل عشرات مئات آلاف ويسبي النساء وغيرها هذا فخره يبني خلال سنين قليلة مجتمعا من أفضل المجتمعات البشرية يعني يمكن أن يقال في أسوأ تجربة يعني أسوأ مجتمع بنى أحسن مجتمع خلال فترة قصيرة فإذا كان الإسلام يصلح أن يصلح أسوأ مجتمع ويجعله من أفضل المجتمعات فكيف إذا طبق على المجتمعات المثقفة الراقية التي لها قيم ومثل وحضارة طبعا ينفعها وممكن أن يغير واقعها إلى أحسن واقع ولكن هذا الصورة المشرقة للإسلام غير موجودة المعاعدة التي كتبها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في المدينة ما زالت نظاما عاما للتعايش بين الأديان وبين المواطنين من أديان ومذاهب مختلفة معاهدة بين اليهود والنصارى والمسلمين الموجودين وكيفية التعامل معهم الصلح الذي أجراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش بعد صلح الحديبية والأحلاف التي صارت هو التزم ببنود الصلح بالرغم من أنه بعض بنوده كانت تبدو مثلا جائرة بحق المسلمين حتى بعض المسلمين اعترضوا لم يفهموا مغزى الصلح لأنه فيه إذا أحد المسلمين ذهب إلى قريش قريش لا يرجعونه للنبي ولكن إذا أحد المشركين جاء إلى النبي فالنبي يرجعه إلى قريش لا يبقيه فقل كيف إذا واحد من عندنا راح والمفروض إحنا نستطيع أن نسترجع قريش ترجعه لنا ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر أبعد من هذا يقول هذا الذي أسلم وجاء إلى النبي أحدهم كان هكذا قال لو أنت اذهب خارج المدينة لا نستطيع أن نؤويك لأنه عهد مع قريش ولكن الله يفتح عليك هو راح في الجبال وأخذ يغير على قبائل قريش بما آذوه غيره إلى أن توصلت قريش بالنبي أن اقبله ولنتخلص من أذاه الذي يلحقه بقوافلنا أما إذا مسلم ارتد فماذا يفعل به النبي لو مسلم ارتد وذهب إلى قريش فلماذا يريد النبي أن يرجعه هو لا يريد الحق ليبقى على الباطل لم طبعا يدرك بعض المسلمين المغزى والعمق ولكن بعد ذلك في أيام قليلة نرى أن قريش كسرت العهد ولم تفي به والمسلمون تعبيرنا مجمورين يعني قلوبهم ملأة بالأذى والألم من قريش بيوتهم صادرتها قريش حروب كثيرة مرت قتلى وشهداء كثيرين عند المسلمين بسبب قريش وخيلائها وغلوائها ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجيش قوامه عشرة آلاف ويحتل مكة وتستسلم مكة ولكن لم يسفق قطرة دم واحدة كان ممكن أن يثأروا بعض الصحابة قالوا اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة بعد اليوم يوم الانتقام صار أنه سنين طويلة نحن نعاني من قريش ونحتاج لأن نثأر لأنفسنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لا بدلوا الشعار قل اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة لم نأتي للظلم والجور ولذلك حينما جمع قريش قال ما تظنون أني فاعل بكم كان جواب الطبيعي لهم رغم أنه آذوه ثلاثة عشر عام صادروا أموالهم وأموال المسلمين أموال النبي بيته آخره وقتلوا عمه حمزة وعبيدة ابن الحارث ابن عمه وكثير من المسلمين مع ذلك كان رد فعلهم كانوا مطمئنين أخ كريم وابن أخ كريم هذا الرحمة للعالمين هذه الإنسانية هذه المحبة التي تهدف إلى هيداية الناس لا إلى القتل ولا إلى سفك الدماء هذه الصورة المشرقة لم يعرضها الإعلام مع الأسف يمر بعض المسلمين بعد واقعات خيبر بالنساء اليهوديات على قتلاهم فيبكين بعد أن رأوا جثث القتلى النبي يسجرهم يقول نزعت الرحمة من قلوبكم كيف تمرون بالنساء على جثث القتلى ينهرهم ولا يرضى وإن كانوا معادين له وقاتلوه وخانوا العهد الذي كان بينهم وبينه وساعدوا قريش في قضية الأحزاب مع ذلك النبي يقول هؤلاء النساء لا ذنب لهن لماذا تمروا بالنساء على قتلهن ويصيبهن شيء من الأذى والألم هذه الصورة المشرقة نقارنها بصورة بني أمية والإسلام الأموي هو الذي شايع بما فعلوه في كربلاء والسلب والنهب وحرق الخيام وأخذ أهل البيت أسارة من بلد إلى بلد ولم تسبى النساء في الإسلام إلا في قضية كربلاء يعني تعودوا ألا قبل النساء المسلمات لا يسبن فصورة بني أمية هي الشائعة والناس يظنون أنها صورة الإسلام هذه ليست إسلام هذه صورة مشوهة القتل الآن والتكفير والظلم والجور هو من أسوأ الصور الموجودة مع الأسف في العالم حتى كثير من المذاهب الإسلامية تصدق عند الشيعة وأتباع أهل البيت أحياناً يفكرون بالشعارات أن هؤلاء كفر وهؤلاء ضد الإسلام إلى آخر أحدهم اليوم قال لي أنا قلت لأحد الإخوان في بلد في تونس وكان ضد الشيعة بالشكل الكبير قلت له لو حكم الوهابيون هل ممكن أن يكفروكم ويقتلوكم لأنكم عندكم تصوف وعندكم محبة زيارة لقبور الأولياء أو لا قال نعم ممكن يقتلون ويكفرون قال لو حكم الشيعة هل يقتلوكم قال لا قال أنت لا تخاف من الخطر الذي يشوه الإسلام وتخشى من الذي إذا حكم يعدل في حكمه ويحترمك ويقدرك ويحب الوحدة الإسلامية ويقول دم المسلم حرام وعرضه حرام وماله حرام فلماذا هذا الإعلام السيء الموجود في العالم ومعنسف قسم منه نحن مسؤولون لأنه كما مضمون الحديث لا يؤاخذ الإنسان الجاهل بجاهله حتى يؤاخذ العالم لما لم يعلم الجاهل يؤاخذ لما لم يتعلم أما العالم يؤاخذ لما لم يعلم كما هم يؤاخذون لما لم يتعلم عن الإسلام الصحيح أيضا نحن مسؤولون لما لم نعلم الناس ونطرح الإسلام الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه وبينه بسيرتهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على كل حال الوقت الضيق لا يسع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه وأن يكشف به هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اغضب محمد النبيك وأهل بيته طيبين الطاهرين حوائجنا واشف بهم مرضانا وارحم بهم موتانا واغفر بهم ذنوبنا ووسع بهم أرزاقنا وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من شر السلطان وشر الشيطان وطوارق الزمان اللهم من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كما جمعتنا ووفقتنا أن نجتمع في هذا المجلس على حب محمد وآل محمد فارزقنا يوم القيامة شفاعتهم وعلى الصراط مرافقتهم وفي الجنة معهم على سرر متقابلين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين